السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبنا وده كادرة المستعبل ان شاء الله طلاب ثلثة سنوية في الفيديو ده ان شاء الله هنحل مع بعض حوالي 120 منحنة على الفصل الثاني اللي هو فصل التنصيق الهرموني 120 منحنة هيفاهمونا المنحك هيلموا المنحك كله في حوالي 120 منحنة حتى هنا في العنوان بقولك هنلمت لك الهرمونات كلها في شوية علاقات بانية فيالك كده نبدأ وانتوقع على بسم الله الرحمن الرحيم معنا اول ثلاث منحنيات بيقولك هيرمون النمو بص هو القاعدة الاساسية ان انا بمشي المنحنة الافقي يعني منحنة الافقي ده انا بعد امشيه واشوف هيأثر على ايه يعني هيزود المنحنة الرأسي ولا هيقلله فنشوف هنا هيرمون النمو ده الهيرمون ده بيكون مسؤول عن ايد البروتنات يعني بيبني البروتين طيب بيبني البروتين من اين من الاحماد الامنية ناشي يعني لما معنى كده أنها عايزة أكتخل مع أن ه هيرموني النمو هيزيد البوروتيون يبقى هذا الأحماض الأمنية عمالة بتقل تبقى علاقة عكسيا طيب هيرمون النمو من الهيرمونات اللي بتزود سكر الدم احنا معايا معايا حواليا 5 هيرمونات بيزود سكر الدم مقابل هيرمون اي 1 بس اللي هو الانسولي طيب هيرمون النمو بيبني الاحباد الامنية بقي كان تبا academy الاحباد الامنية يربطهم مع بعضهم عشان يكون البروتين طب الرابط دي اسمها الرابط اي رابطي ببتدي يبقى كل ما يزيد معايا تركيز هيرمون النمو يزيد معايا عدد الرابط الفبتدي تبع علاقة ترضية طيب التقدم في العمر هيرموني النمو كمة النشاط بتاعته في الطفولة يعني اكتر برحلة بيتم فيها نمو او بيتم فيها بناء البروتنات هي في الطفولة طيب بيجي بعد سن البلوغ بيقل يعني معنى كده ان انا كل ما تقدم في العمر يقل معايا تركيز او نشاط هيرموني النمو تبع علاقة عكسية طيب الاحماض الامنية في الدم كل ما تزيد تأثيرها بقى المرادة بيأثر عليها على هيرموني النمو لأ كده بتزود من تركيز هيرموني النمو بمعنى ان كل ما يزيد معايا مثلا زي مثال كده البنة اللي استئلك علي دلوقتي كل ما يزيد الطوب كل ما يزيد عدد الطوب ده دافع او محفز للبنة ان هو يشتغل يبقى بيتزوده او بيحفزه طيب كل ما يزيد بقى في المنحلة الاولانية كل ما يزيد بقى نشاط البنة ده ايه اللي يحصل للطوب يقل يبقى زي ما قلت لك كده احنا نمشي الافق الاول ونشوفها يأثر ازاي على الرأسي طيب نشوف بقى البرولاكتين وتركيز الكازين في الدم هو البرولاكتين ده الهيرمون اللي بيعمل على انتاج اللبن انتاج اللبن اهو انتاج اللبن طيب واللبن ده من ضمن مكوناته ايه من ضمن مكوناته عندي الكازين بروتين الكازين وسكر اللاكتوز الكازين واللاكتوز طيب هو عايز يكون لبن يبقى ايه اللي يحصل على ايه بها ياخد الكازين ده عشان ينتج بلبن يبقى تركيز الكازين في الدم اللي يحصله هيقل ليه لانا عندي البرولاكتين بيروح ياخد الكازين ده ويصنع بلبن طيب البرولاكتين على تركيز اللاكتوز نفس الفكرة بياخد اللاكتوز علشان يصنع اللبن يبقى تركيز اللاكتوز هيقل طيب الـ TSH ده الهرمون طبعا المحفز او المنبيه لغدة الضرقية على إفراس هرمونها اللي هو مين؟ السيروكسين يبا دلوقتي ان كل ما زود الـ TSH كل ما روح للغدة الضرقية وقولها زودي إفراس هرمون السيروكسين تبقى العلاقة تردية طيب لما السيروكسين يزيد بقى فى تغذية أسماء تغذية رجعة سلبية لما السيروكسين يزيد فى الدم هاهه عمال بزيد فى الدم يروح بقى يقول لـ TSH ايه ? يقول لـ TSH لا ايه اللي بقى بكل مزيد السيروكسين ده بيقل المين بيقل الميتين سيتش طيب السيروكسين ودرجة حرط الجسم طبعا السيروكسين هو بيكون مسؤول عن أكسادة الجولوكوس جوا الخلية وبالتالي بيطلع ليه بها يعني عندي كده بصلا دي كده خلية السيروكسين أول حاجة لانسولين هو اللي بيدخل الجولوكوس فيدخل الجولوكوس يحصل له عملية اسمها عملية الأكسادة الأكسادة دي من اللي بيكون مسؤول عنها السيروكسين فبيطلع لي ايه بيطلع لي طاقة عشان كده اللي طبعا الاتبية عشان كده بقول عليه هرمون النشاط ماشي وكمان بيطلع لي حرارة وكمان بيطلع لي ساني اكسيد الكربو طب وبيستهلك ايه باستهلك اكسوجين وانا بدخل جولوكوز واكسوجين عشان عمل اكساد يبدل الوقت السيروكسين كل ما بيزيد بيزيد من درجة حرارة الجسم عشان كده الناس اللي بيكون عندها نقصة في السيروكسين بتعاني من البرودة متقدرش انها تستحمل البرود لكن بيكون عنده زيادة في السيروكسين يعني زيادة السيروكسين يخلي الشخص ده بيعاني من الحرارة اللي بيكون عنده زيادة في السيروكسين طب السيروكسين لما بيزيد بيزود من ايه بيزود من الاكسادة يعني ايه كلمة اكسادة يعني اجيب جولوكوز احط عليه اكسوجين تمام ده ده تعبير السطح يعني بتاع كلمة اكسادة ماشي يبقى كده كل ما زود من السيروكسين هزود من الاكسوجين المستعلك طيب تركيز السيروكسين علي تركيز سانيكسيد الكربون فى الدم هو بيزود من الاجسادة يعين التنفس الخلوي بتنفس الخلوي بيطلع سانيكّسيد الكربون كبكل أي زيد السيروكسين هيزيد الاجسادة ويزيد التنفس الخلوي ويزيد سانيكسيد الكربون فى الدم طيب الاسهال Learning فقد الماء ده طبعا هيرمون الVH اله هو هيرمون الADH الهيرمون المضاد لإضرار البول الهرمون الاسهال ده بيسبب بيسبب فقد الماء طب انا كل ما افقد مية ده منبه ده منبه لمين منبه للإده اتش اروح اقول له ايه عوض المية اللي انا فقدتها دي عن طريق ان هو بيروح يعمل اعادة امتصاص للمية يبقى كل ما يزيد معي الاسهال ده بيكون منبه او محفز الهرمون للإده اتش طب علاقة ترضيه طيب حجم البلازمة في الدم حجم البلازمة في الدم او حجم الدم عامة تانيان حجم الدم لما بيزيد يبقى انا كده عند مية كتير في الدم يبقى انا كده اروح اقول له الفيتش لا خلاص وقف كده وقف كده احنا عندنا مية والحجم بتاعنا زي الفل تبقى علاقة يبقى كل ما يزيد حجم البلازمة اللي يحصل الفيتش الفيتش يقل طب اسموزية البول نركز بها في السؤال ده اسموزية البول كل ما بتزيد كل ما زود من اسموزية البول في السؤال ده كويس كل ما زود من اسموزي ايه البول معنى كده ان المياة اللي في ال بول رحت ده هيه لادم يعني معنى كده ان الميه حجمه حاجمه عالي يصretch ماء بكمية كبيرة امم الزميه في ماء كفة كمية كبيرة هروح ازود الادِهش ولا يقول الاديتش كفية كده دى. طبعا اقول ال H جفاية كده يبقى كل ما يزيد از موزيد البول. تزداد الميه فين. لما يزداد الميه في الدم قول publishing. خلاص كده. بال L بقى. طب العلقة ايه؟ عكسي. الطب ال H وحجم البول. كل ما بيزيد ال H بيعمل على اعادة متساص الميه. بيمتص الميه منين بيمتصها من نافرونات الكليا? طيب طريقة ما بيمتصها من نافرونوت الكلياا. الchi يعملي بقى? ال coursestaws الحجم البول. لا حجم البول ييقال. يبقى كل ما يزيد ال-ADH يقل معي حجم البول نشرب بس شوية شاية كده عشان نكمل المنحنى اللي بعد كده كل ما يزيد ال-ADH كل ما يزيد ال-ADH بيزود من حجم الدم كل ما يزيد من حجم الدم يزيد ضغط الدم تبع علاقة ترضية طيب كل ما يزود من ال-ADH عمال يزود في ال-ADH يبقى أنا كده عمال بسحب ده كده معي بول هذا نعمل نحن 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 اتش يزود من تركيز البول. طيب ال ايدي اتش? كل ما بيزيد. بيعمل إيه في اسموزية الدم? بص بقيةية وبيحط مية في الدم. طرortunately ما بيحط مية في الدم يبقى الاسموزية اللي بيحصل لها الاسموزية بتقل يابقى بيقل للاسموزية اللي هي اسموزية الدم. طب اسموزية الدم اللي ما بتزيد. اا بقى ده العكس بقى. لما اسموزية الدم تزيد ده دافع تروح تقولي بقىical منطقة تحت المهات احنا كده عايزين مية. فيحفز افراز مين? ينبه طبعا الجسم ان هو يشرب يعني ينبه العقل يقول له كده ايه? اه عرف الشخصة ده ان احنا عايزين نشرب عايزين مية. طيب غير كده بيزود من افراز ال-ADH. يبقى اسموزية الدم دي بيتمحفز لزيادة افراز ال-ADH. تبقى على قطر دي. طب عدد ساعات الصيام يعني كده مفيش مية في الجسم. عدد ساعات الصيام يعني كده ما فيش مية في الجسم. يبقى كده ده منبه ان انا ازود مين? ازود ال اي دي اتش. يبقى كده كل ما يزيد عدد معا عدد ساعات الصيام يزداد معايا افراز ال اي دي اتش عشان يعوض المية. طيب كمية العرق يعني فقد مية. لما بفقد مية اللي يحصل ال اي دي اتش. ال اي دي اتش يبيزداد عشان خطر يعوض المية اللي حقا أيضا حقا Usd طيب ضغط الدم لما بيزاد زاد Wonderful Warszang حجم الدم لما بيزاد زاد هو أصلا دم اكتر ما هو زيد اصلا لا يبقى برضو علاقة عكسي شرب المية بكده في مية كفاية يبقى قول خلاص كده ايه انا بشرب مية يبقى انت ايه اللي بقى يبقى علاقة عكسي طب القهوة او الكحول القهوة القهوة بتقلل من افراز اليديتش يبقى خليبانا بالمعلومة دي بتقلل من افراز عشان كده القهوة ده هي بقول عليها اسمها مدرة مش مدرة بالضاد مدرة للبول يعني بتزود من البول اللي عن طريق ان هي بتروح تقلل اليديتش يبقى كل ما اشرب قهوة بروح اقلل مين اقلل اليديتش يبقى حتى بعد ما تشرب كوبات قهوة تحس انت عايز تدخل حمام كده لانها مدرة للبول بس مش هي بتروح تدري البول لا هي بتروح تقلل اليديتش طيب اليديتش لما بيزيد اه السؤال ده كويس جدا سيبكوا تفكروا في كده اليديتش لما بيزيد هو عمال بيعمل ايه السؤال دك بيعمل على امتصاص المية من البول يحطه فين يحطه في الدم امتصاص مين امتصاص المية هيعمل ايه في كمية الاملاح يالا مسلا لو معي خمس ايونات مسلا اه موجودين خمسة هومت موجودين مسلا من الكالسيو موجودين انا اثر على كميتهم لا انا اثر على التركيز لكن ما اصرش على كمية تبع علاقة ثابتة ما يصرش عليهم ده سؤال كويس اليديتش لما بيزيد بيعمل ايه في تركيز املاح الدم هو عمال بيزود مية في الدم بيزود مية لبا التركيز بتاع الاملاح ده بيقلله تبع علاقة ايه علاقة عكسي لانه بيزود من المية طب النزيف يعني فقد مية نزيف عمليات جراحية وكلام ده كله فقد مية يبني محتاجة عوض فقد المية ازود من مين ازود من اليديتش تبع علاقة طردية 11 قيء حد يعني برضو فقد مية لما بيحصل قيء حد هفقد مية يبدأ حافز او دافع لزيادة اليديتش طب اليديتش لما بيزيد بيعمله في كمية الاملاح في البول كمية الاملاح مايجيش نحيتها وبشتغل على المية بس تبع علاقة ثابتة التيس اتش هو منبه الغدة الضراقية على افراز كلهيرموناتها لا lows على افراز السيروكسين فقط طب تب الكلسيتوني ده بينبهه ل eat يبقى ثابت ماينبهش الكلسيتونيين طب كلسي من دم لما بيزيد وضفته انهprob يزود كلسي من دم طب على كالسي من دم يزيد يبقى أنا اروح للبراسرمون اقول له زيد عشان تزود كلسي من دم لك تبع علاقة عكسية%. لو كالسي من دم لما بيزيد يقل طيب البارا سرمون دي كالسيوم البارا سرمون لما بيزيد بيعمل على سحب العظام سحب الكالسيوم من العظام سحب الكالسيوم من العظام عن طريق ان هو بيسحبه من العظام ويزوده في الدم طيب لما البارا سرمون بيزيد ايه اللي بيحصل لكالسيوم العظام كالسيوم العظام بيقل لانه بيسحب الكالسيوم من العظام طيب نشاط الخلايا اللا هوي صلية في الغضة الدراقية نشاط الخلايا اللا حويصلية في الغضة الدراقية الله أسوأ الله بصرع الخلايا اللا حويصلية فيه خلايا حويصلية بتفرز بتفرز اسمه ده السيروكسين فيه خلايا لا حويصلية بتفرز الكالسيتونين يبال لا حويصلية في الغضة الدراقية بتفرز الكالسيتونين طب الكالسيتونين ده بيعمل ايه؟ بيزود من كالسيوم العظام بيزود من كالسيوم العظام وعلى العكس بقى بيقلل من كالسيوم الدم طيب ايبانا كده كل ما يزيد معايا النشاط بتاع الخلايا اللي حويصلية بيزيد معايا الكالسيتونين لما يزيد معايا الكالسيتونين إيه اللي يحصل لكالسيوم العظام بيزيد طيب كالسيوم الدم لما بيزيد كالسيوم الدم لما بيزيد نشاط الغدد نشاط الجراد دراكية الجراد دراكية تفرز مين بتفرز البارة سرمون البرا ايه البرا سرمون يبقى الكالسيوم بتاع الدم لما بيزيد ايه اللي هيحصل في البرا سرمون هو اصلا برا سرمون وظيفته انه بيزود كالسيوم الدم يبقى يروح يزوده تاني عشان يزوده لا يبقى علاقة عكسية زي السوال اللي فوقه بالزبط طب كالسيوم الدم لما بيزيد ايه علاقته بنشاط الدراقية الدراقية بتفرز كالسيتونين الكالسيتونين ده بيعمل على تقليل كالسيوم الدم يبا كالسيام الدم أصلا عما لي زيد يبا عايزين نقلله هو زيادة عايزين نقلله يبا نروح نقول للدرقية افرزي كالسيتوني يبا كالسيام الدم لما بيزيد ده محفز لإفراز الكالسيتونيين تبع لك ترضي طب السيروكسين لما بيزيد ده بيزود الحرق لسه إليك عامله اسمه عصلا مشهور بهيرمون الجوع الهيرمون اللي بيحرق الهيرمون اللي يطلع لك طاقة وحرارة هيرمون النشاط تمام بيعمل في وزن الجسم بيقلل من وزن الجسم يبقى الناس اللي عندها سيروكسين عالي ووزن الجسم بتاعهم بيكون قليل طيب السيروكسين لما بيزيد بيعمل في مستوى التمثيل الغذائي بيزود من هو أسعا بتحكم في مستوى التمثيل الغذائي بيزود من مستوى التمثيل الغذائي يبقى الناس اللي عندها نقص في السيروكسين بيكون عندها هبوط في مستوى التمثيل الغذائي وبالسيروكسين بيزود من مستوى التمثيل الغذائي نشاط الجرادة الركيا متوفرس بأرأس المو البرأس المو ده وظيفته إنه هو يتوهد 10 اجهد من كالسيوم العظام ويزود 10 بأرى من كالسيوم الدم الخلالة البنائة ديت بتاخد كالسيوم لكي يتبنى هناك العظام هو أصلاً يتوهدد انه كلسيوم العظام يتوهد من كالسيوم القناء الق willingness طيب الاواء او الكحول ده السؤال ده حنا نقبل كده بيقلل الاد اتش طيب هو طبيعي ان انت هتلاقي فيه مثلا ممكن هو اتوحدة قرر معي لان الهرمونات المنحنات كتير منحنات بقولك حوالي 120 منحنة فدي حاجة رقم كبير يعني نشاط الجارات درقية هتفرز باراسرمون طيب ماشي البراسرمون ده هامريف نشاط الهادمة بقى هو بيسحب الكالسيا من العظام يبقى هيزود من نشاط الهادمة طب السيروكسين هيعمليه في تركيز السكر في الوريد البابي الكابدي سيروكسين بيحفز امتصاص السكريات الوحدية من القناة الهضمية بيودها فين بيودها في الوريد البابي الكابدي يبقى السيروكسين بيزود من سكر في الوريد البابي الكابدي الاسي تي اتش هو الهرموني المنبه لكشرة الغضة الكذرية منبه لكشرة الكذرية للكشرة مش لكلها لكشرة الكذرية كل ما زود الـ ASTH هيزداد معايا هيرمونات الكشرة اللي هم عاداتهم كام سبعة اللي هم الاسترويدات اللي من ضمنهم الالدسترون يعني الهيرمون المعدني ببعلاقة ترضي الـ ASTH هيعملي في الكورتيزون نفس الفكرة ده أحد الهيرمونات السبعة ببعلاقة ترضي الـ ASTH على الأدرنالين ده هيرمونات النخاء ده بيتفرز من النخاء حيأثر عليه لا ما يأثرش عليه طب الـ ASTH هيعملي في التستسترون ده برضه من الهيرمونات اللي بتتبع الهيرمونات الجنسية بالسطيرون أندرسترون والأستروجين و البورجسترون الألدسترون تزيد الكورتسون م 꼭 هيرمونات السبعة كورتزونو كورتيكوستيرون كل اللي لما هيزيد من اللي بيزوده أصلا على STH هيروح يقول لل STH خلاص كده تغذية رجعة سربيه يقوله إيه اللي بقى طب الأدرينالين مالوش علاقة بال STH ما يحفز ليش بيعلقة سابقة طب مستوى السوديوم في الدم هو وظيفة الألدستيرون أنه بيزود من سوديوم الدم بيزود من السوديوم في الدم وبالتالي هيقلل من السوديوم في البول تمام يبقى كمان وبيقلل من البوتاسيوم في الدم وبالتالي كده بيزود من البوتاسيوم في البول هنلاقي بقى منحنات كتيرة في الحتة دي الحتة دي بقى هنلاقي منحنات كتيرة عشان خطر نفهم الكلام ده السوديوم في الدم عمال بيزيد هو أصلا وظيفة الألدستيرون أنه بيزوده يبقى السوديوم في الدم عمال بيزيد لا أقلل بقى الألدستيرون طب البوتاسيوم في الدم عمال بيزيد ايبان عايزة اتخلص منه اقول الالدسترون اتخلص منه يبقى زود الالدسترون الالدسترون لما بيزيد بيعمل في كمية السوديوم في الدم بيزودها علاقة ترضية طب الالدسترون لما بيزيد بيعمل في كمية البوتاسيوم في الدم بيقللها يبقى علاقة عكسية طب الالدسترون لما بيزيد بيعمل في كمية السوديوم في البول بيقللها لانه بيعمل اعادة انصص السوديوم فبيزوده في الدم وبيقلله في البول طب الألدسترون لما بيزيد بيعمله في كمية البوتاسيوم خلي بالك والك الكمية وهنا بقى بيشتغل على المياه لا بيشتغل على العنصر نفسه أو الملح نفسه تماما فهنا الألدسترون لما بيزيد بيعمله في البوتاسيوم في البول بيزوده لأنه بتخلص منه طب الألدسترون لما بيزيد بيعمل من ضغط الدم هو بيحفز امتصاص الصوديوم بص بقى فيه كاعدة بتقول أينما وجد الصوديوم وجد الماء يعني كده بياخد معاه مية طب لو ما ياخد معايا مية هيزود من حجم الدم طبعه ما زاد من حجم الدم يزود من ضغط الدم يبلغ الديسترون بيزود من ضغط الدم بس بعلاقة غير مباشرة الأدرينالين وظيفته أنه بيحول الجليكوجين المتخزن في الكبد والعضلات إلى الجولوكوس في حالات الطوارئ يبقى كل ما زيد معايا الأدرينالين هيزيد معايا السكر بتاع الدم لأنه بيزود من سكر الدم وبيزود من السكر في الحالات يعني بيزوده عن الطبيعي كمان في حالات الطوارئ الأدرينالين بيعملي في الجلايكوجين بتاع الكبدي بيقلله لأنه بيحول الجلايكوجين هنا إلى جولوكوس يبقى إيه اللي بيحصل يبقى كل مزيد الأدرينالين يقل لي معايا الجلايكوجين الكبد طيب الأدرينالين بيعملي في الجلايكوجين العضلة نفس الفكرة بيقلله طيب الولادة من حالات الطوارئ يبقى هتزود من من الأدرينالين يبقى الأدرينالين بيزداد إفرازه في حالات الطوارئ حالات النجدة الخجل برضه نفسه من حالات التوتر يبقى طوارئ طوارئ نجدة توطر كل ده بيزود من الأدرينالين طيب نشاط الفص الأمامي للنخمية هيحصل إيه في نشاط الدرقية والأمامي للنخمية من ضمن هرموناتو TSH يبقى TSH ده يزود من نشاط الدرقية تبقى علاقة ترضيه نشاط الفص الأمامي للنخمية هيعملين نشاط الدرقية لا ما يأثرش عليها نشاط الفص الأمامي للنخمية يعملين الكالسيتونين برضه ما يأثرش على الكالسيتونين نشاط الفص الأمامي للنخمية يعملين نشاط الخلايا الحويصلية القنوية الخلايا الحويصلية كلمة حويصلية أنت بتسمحها في حتة تانية إما درقية يا بنكرياس بس دي قنوية قنوية يبنى كده بتكلم على البنكرياس طيب يأثر البنكرياس لأ تبقى ثابتة نشاط الفص الأمامي للنخمية الالدسترون بيعمل ايه في عملية التخلص من البوتاسيوم هو عتقع هو بيعمل ايه بيتخلص من البوتاسيوم لكن بيعمل ايه في العملية بيزودها برضو يبقى بيزود من التخلص من البوتاسيوم تبقى برضو هنا بيزودها طب السيروكسين بيعمل ايه في مرور السكريات الاحدية مرور السكريات الاحدية بالنسبة للسيروكسين بيحفز مرور السكريات الاحدية اصلا بيحفز امتصاص السكريات الاحدية بالتالي بيحفز مرور السكريات الاحدية الانسلين مرور الجلوكوز لع USDA الانسلين في الجليكوز لذي حو które الانسلين يعمل فى سكر الدم لا الانسلينده الهيرمون الوحيد الي بيقلل من سكر الدم الانسلينده يزود من اسكر الخالية لان بحفز دخول السكر الى الخلية طب سكر الدم للما يزيد ده دافع ان هو يحفز من الانسلينده لacion يقلله طب سكر الفراكتوز يمكن ذلك الانسلينده د resource الجلوكاجون هو هيرمون الصيام لما الإنسان يقعد فترة ما يكلش بنسبة سكر في الدم بتقل فبحتاجة زويتها طريقنا بروح أمسك الجليكوجين اللي متخزن في الكبد وحوله إلى جلوكوز يبقى كده بيقلل الجليكوجين طب الجلوكاجون بيعمل في الجليكوجين العضل لا يأمروش علاقة لأن الجلوكاجون بيأثر على الكبد بس يأثر على الجليكوجين المتخزن في الكبد فقط نشاط الفصل الأمامي للنخمية عدد مستقبلات الألضستيرون الفارغة صعودة حلو بص بح الفصل الأمامي من ضمن هيرمونات هيرموني L-A-C-T-H L-A-C-T-H ده بيحفز إفراز هيرموني L-A-L-D-U-S-T-E-R-O فالألضستيرون يبقى كثير في الدم فلما يبقى كثير في الدم يروح يقعد في المستقبلات بتاعته يقعد في المستقبلات يبعد عدد المستقبلات الفارغة اللي بيحصل لها بتقل ليه بتقل؟ لان الاسي تي اتش بيزود ألدسترون فالألدسترون يروح يقعد على المستقبلات فساعتها للمستقبلات الفارغة بتقل طب الأوكسيتوسن بيعمل ايه من تقلصات عضلات الرحم بيزودها بيزود من تقلصات عضلات الرحم طب تقلصات عضلات الرحم تعمل في الأوكسيتوسن السؤال ده كويس ده بقى تغذية الرجعة اسمها تغذية رجعة ايجابية هو عد تكون مفكر ان انا هقول لك العلاقة تبقى عكسية بقى ما بينهم لا تكلصات عضوات الرحم تروح تنبه برضو الاكستوتيشن عشان يزيد تبقى علاقة برضو ترضي فالتغذية دي اسمها تغذية رجعة ايجابية بقى مش تغذية رجعة سلبية طب الجلوكاجون بيعمل في سكر الدمبي قلل من سكر الجلوكاجون سوري ده احنا قلنا ان الجلوكاجون بيعمل على تحويل الجلائكوج متخزن في الكبد الى جلوكوزي واصلا بيتفرز انت في حالات السيمة بيزود مش بيقلل يزود من سكر الدم طب الصيام الصيام يعني كده سكر الدم هيقل الاكل بقى لي فترة ما بقولش يبقى انا محتاج ان انا اعوض الجسم بالسكر عشان اعوضه بالطاقة يبقى احفز افراز الجلوكاجون طب النوم لفترات هنام لفترة طويلة يعني مش هاكل طبعا مش هاكل السكر هيقلي برضو هزود من الجلوكاجون طب الجوع الجوع ده بيحفز افراز ايه بقى بيحفز افراز الانسولين لا كلمة الجوع يعني انا كده دمي مفرش سكر بقى لي فترة كبيرة مكلتش ماشي فمعنى كده ان دمي مفرش سكر فيلي حصل الانسولين الانسولين يقل طب الانسولين بيعمل ايه في الشعور بالجوع بيحسز بالشعور بالجوع لانه بيحفز من التخلص من السكر يعني ايه الجلوكوز يحولوا الى جلايكوجين في الكبت او يحولوا الى دهو او يدخلوا الى الخلايا ساعتها مش هكون فيه جلوكوز في الجسم في الدم ساعتها انت هتحس هتبدأ ان انت هتحس بايه بجوع يبقى الانسولين بيزود الشعور بجوع طب السيروكسين نفس الفكرة هزود الشعور بجوع لانه بتخلص من بتخلص من الجلوكوز طب السكرتين يعمل ايه في البي اتش؟ اوه شوية اسئلة بقى هنا شوية اسئلة محتاجين شوية تفهم كده كويسين اللي فد انا كنت بجري فيه عشان خاطر يعني معظمنا فاهمينه يعني كلنا فاهمينه انتو كلكم فاهمين الموضوع ده والحاجات دي عدت علينا كتير اللي جايه بقى ده كويس اوي وكمان فيه حتة جديدة من الحاجات اللي هي انضافت علينا في السنة الجديدة يعني بص بقى انا عندي البي اتش البي اتش اللي هو القس الهيدروجيني بيتقاس من صفر لحد اربعتاشر طيب اللي في النص بيكون سبعة اقل من سبعة بيبقى حندي واعلى من سبعة بيبقى قلوي تمام الحندي ده بيكون في زيادة ايون الهيدروجين الموجد والقلوي بيكون في زيادة ايون الهيدروكسيد السالب تمام انا عندي بقى انا نرجع بقى الحتة دي كده السكرتين بيحفز افراز السكرتين ده بيحفز افراز الجسترين الجسترين لا سواني السكرتين يحفز افراز الجسترين سواني بس الواحد وصل لمرحلة خلاص بدأ تفصل السكرتين ده بيروح يحفز العسارة البنكرياسية طب من ضمن العسارة البنكرياسية بيكون معايا بكربونات السوديوم NAHCO3 الNAHCO3 دي بتخلي الوسط يكون قلوي وسط يكون قلوي طب الوسط يكون قلوي يبقى كده البي اتش هيكون فوق السبعة يبقى كده السكرتين بيزود من البي اتش بص كده دي كده المعدة اول ما الاكل يوصل للمعدة اول الاكل بيبقى جاي من فوق البيت بتاع الفم بيبقى سبعة اربعة من عشر اول ما الاكل يوصل للمعدة بيتفرز من الجسترين الجسترين يمشي ويرجع يحفز خلايا تانية موجودة في المعدة على افراز العسارة المعدية اللي من ضمنها حمد اسمه ال HCL فحمد الهيدروكلوريك فحمد الهيدروكلوريك يخلي البي اتش في المعدة بيساوي كان بيساوي من واحد ونص الى اثنين ونص تمام عشان يهضم البروتين فقط تمام بيبقى كده بيعمل في البي اتش يبقى كده بيقلل من البي اتش بل جسترين بيقلل من البي اتش طيب بعد كده الاكل يعد فانا عندي هنا السكرتين والكولوسيستوكاينين الاكل كان نازل البي اتش بتاعه كان من واحد ونص الاثنين ونص فالسكرتين والكولوسيستوكاينين يتفرزوا في الدم لحد ما يروحوا ينبهوا مين ينبهوا عن مين البنكرياس فالبنكرياس يفرز العسارة بتاعته اللي من ضمنها بيكربونات السوديوم اللي بتعمل على رفع البي اتش بترفع البي اتش ازاي بترفع البي اتش عن طريق ان هي بتزوده بتخليه قلوي بتخليه قلوي بترفع البي اتش تمام طب اله يسي الى ده بيقلل البي اتش ازاي بيقلل البي اتش عن طريق ان هو بيزود ايون الهيدروجين الموجب شفت كده شفت انا بزود الايون الهيدروجين الموجب البهو كلنا البهو الشهر وتاؤلت من ال美元 BU بتجلب ال mart كلنا قلبي ال~! العديد بقى نشوف الأسئلة بتاعتي الجسترين الجسترين بيعمل ايه في البياتش؟ الجسترين بيحفز إفراز العسرة المعادية اللي بيكون من ضمنها اله تش سي ال اللي بيخلي الوسط حمدي يبقى انا كده هقلل من البياتش طيب البياتش لما بيزيد لما بيزيد يبقى كده هيكون قلوي طيب القلوي ده القلوي ده ايه حفز السكرتين السكرتين اصلا وظيفته انه بيحفز عسارة البنكرياسية اللي بيكون من ضمنها بكربونات السوديوم الي وظيفتها ندخل الوسط قلوي طب هو اصلا الوسط قلوي يبقى كده اقولي السكرتين ايه اللي بقى يبقى البيتش هيقلل السكرتين طب البيتش لما بيزيد لما بيزيد يبقى خدها هيكون قلوي رايح يبقى قلوي ده هيبقى قلوي طب الجسترين ده وظيفته انه هو بيفرز ال HCL عشان يخلل الوسط حمضي يبقى كده ده دافع او محفز الجسترين انه هو يزيد الجسترين لما بيزيد بيزود افراز اله سي اله من ضمن وظيفه انه بيعمل على قتل الميكروبات اللي داخله مع الاكل يبقى كده الجسترين لما بيزيد هتقل احتمالية اصابة الجسم بميكروبات لانه بيزود افراز اله سي اله اللتي تعمل على قتل الميكروبات السيروكسين بيحافظ على سلامة الجلد والشعر سلامة الجلد والشعر طب الجلد ده خط الدفاع الأول يبقى كده برضه هيقلل من احتمالية إصابة الجسم بميكروبات طيب السيروكسين بيقلل من نسبة تساقط الشعر طب تركيز أيانه الهيدروجين الموجب لما بيزيد لما بيزيد أول يبقى كده الوسط هيكون حمضي طب الوسط هيكون حمضي طب الوسط يبقى حمضي يبقى كده هقلل من البيتش حيبه البيتش يقل معي طيب الجاسترين لما بيزيد لما بيزيد ييبه هيزود الـ exactly يعني كده هيخلي الوسط حمضي يعني كده هيزود من هيؤ ايون الهيدروجين الموجب طيب الكوليسيستوكاينين بيعمله في ايون الهيدروجين الموجب الكوليسيستوكاينين بيحفز افراز بكربونات السوديوم اللي بتخلي البي Orient شوي 8 يعني بيكون كالوي طالما كالوي ييبه كده ايون الهيدروجين الموجب هيقل تبع علاقة عكسية الكوليسيستوكاينين دي الحاجة الجديدة الكوليسيستوكاينين بيزود من تقلصات او انقباض المرارة المرارة اللي هي الحوصلة المرارية اللي بتعمل على افراز العصارة الصفراوية العصارة الصفراوية والمناسبة العصارة الصفراوية بتعمل على تحويل الدهون بتشارك في هضم الدهوني بل الكوليسيستوكاينين ده بيزود من تقلصات المرارة تبع علاقة ترضية دي علينا في المنهج يا جماعة عشان لو ملاتواش في الكتب الجديدة دي لسه منضفة علينا السنة دي الكولوسيستو قاينين بيعمل ايه في كمية الدهون في الامعاء بيحفز افراص بيزود من انكباضات المرارة والمرارة بيكون فيها عصارة صفراوية بتعمل على تحويل الدهون الى مستحلب دهني يبقى كده بيقلل من كمية الدهون اللي موجودة في الامعاء طيب السكرتين بيعمل ايه في الاحماد الدهنية في الامعاء اه السؤال ده حلو السكرتين بيحفز العصارة البنكرياسية والعصارة البنكرياسية بتعمل على خضم كل الدهون خضم كل انواع الطعام اللي من ضمنهم الدهون طب انا بهجم الدهون بيحولها لايه بيحولها الاحماد الدهنية يبقى السكرتين كل ما يزيد هيزيد العصارة البنكرياسية فيزيد خضم الدهون فتتحول الاحماد الدهنية يبقى يزيد معها عدد الاحماد الدهنية في الامعاء طب السيروكسين بيعمل ايه في الجلوكوس في الامعاء وبيحفز امتصاص السكرات الأحادية اللي مضنها الجولوكوس بيمتصها في الوريد البابي الكبدي يبقى بيزودها في الوريد البابي الكبدي وبيقللها في ألمعة الريلاكسين بيعمل على ارتخاء الارتفاق العاني بيزود من ارتخاء الارتفاق العاني وبكده نبقى خلصنا كل المنحنيات الخاصة بفصل الهرمونات الفصل الثاني تنسيق الهرموني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته